بداية كيف يمكن قراءة استطلاع غالوب وحصول رئيس الوزراء على أعلى نسبة تأييد من جانب الشعب العراقي وحصولي على 69% وهو ما لم يحصل عليه أي رئيس وزراء منذ عام 2012 يعني واضح أنه اليوم تتعرف حضرتك اليوم الحكومة تعمل وفق آليات ووفق برنامج حكومة السيد محمد الشاع السوداني لديها آليات جيدة من ضمن هذه الآليات هي الوزارات وخاصة الوضع الأمني والوضع الاقتصادي وموضوع القضاء كل هذه الآليات ساهمت في إنجاح برنامج الحكومة اللي يتكون من 23 فقرة باعتبار أن العراق اليوم استطاع أن يعيد بعض الشيء يعني اليوم منذ عاميا الرجل يحاول دائما يقدم ما هو أفضل يعني هناك مشاريع اليوم على الأرض هناك أكثر من مشروع اليوم بدأ ينضج هذا لم يكن في السنوات الماضية بسبب التقاطعات السياسية بسبب عدم وجود رؤية يعني شبنا البرامج السابقة كلها كانت كوبي بيست وصعب تطبيقها لكن رأينا في السيد محمد الشاع السوداني هو كيف يطبق هذا البرنامج والذي أعلن عنه أنه برنامج خدمي يلامس جراحات الناس لذلك نرى اليوم المشاريع التي من شأنها النجاح هو بدأ في المشاريع المتلكة التي نسبة الإنجاز فيها مثلا 80% بدأ في إنجاحها وإنجازها ومن ثم تحول إلى المشاريع التي هي 70% هذه العوامل أدت إلى مقبولية لدى الشعب العراقي المصداقية التي يمتلكها هذا الرجل للأمانة باعتبارها رجل عاش في العراق ليس له جواز غير العراق هو ابن البيئة العراقية تدرج من قيم مقام إلى مدير ناحية إلى وزارات وبعدها أصبح رئيسا للوزراء لديه رؤية كاملة عن إدارة الدولة رئيس الوزراء هو موظف لإدارة الدولة فليستطيع أن ينجح في هذا الفن لأنه لدارة فن عندما ينجح هذا المدير لهذه الإدارة المتمثلة برئيس الوزراء يستطيع أن ينجز ويحقق إنجازات ربما لم تحقق سابق الرغم أنه كان هناك إمكانيات وكان هناك مبالغ طائلة جاءت بالموازنات وهل لأس دكتور عباس عذر المقاطعة هذا يعني أن جدية الحكومة في التعاطي مع المشاريع المتلكئة وإنجاز مشاريع أخرى كان لها الأثر الكبير في حصول رئيس الوزراء السوداني على نسبة 69% من ثقة الشعب العراقي نعم أكيد اليوم نرى مشاريع عملاقة في بغداد والمحافظات هذا واضح يعني اليوم عندما تمر في بغداد ترى هناك جسور كانت مهملة التقاطعات كانت مهملة أنفاق كانت مهملة المرحلة المقبلة خاصة طريق التنمية هذا طريق عملاق يخدم العراق الآن فيه مراحل متقدمة بناء الفاو بنفس الوقت هناك أيضا مترو بغداد بدأ العمل عليه بدأت اللجهات الاستشارية هذه المشاريع اللي إذا تحدثت لك عنها مداخل بغداد الآن بدأ العمل فيها وهناك واضح يعني أنا متواجد في بغداد هناك صورة واضحة لأول مرة الشركات التي تعمل ضمن هذه الخدمات تعمل 24 ساعة يعني متى ما ذهبت إلى أماكن المشاريع تجد عمالة وتجد هناك عمل وتجد هناك آليات وهناك إمكانيات هذا يدلل على أنه جدية العمل المتابعة الوضع الأمني المستتب الآن بشكل جيد وهذا يعود إلى دور الوزارات في مراقبة كل حالة أيضا بنفس الوقت رغم التحديات التي يخوضها العراق ونحن في هذه الفترة لكن هناك وزارات مثلا وزارة الدفاع وزارة الداخلية أثبت الجدارة من خلال متابعة الجريمة ملاحقة الجريمة أيضا اليوم الجيش ينتشر في عموم العراق يدافع بشكل جيد يمنع وصول داعش إلى القرى وإلى المدن هذه الانجازات انعكست على عمل الحكومة لذلك اليوم الناس أصبح لديهم ثقة في الأمن والأمان أكو تطور أكو خطوات اليوم السيد رئيس الوزراء سيد محمد الشاع السوداني للأمانة هو صادق في كل ما يقول وحقق يعني إنجازات جميلة وكان دائما قريب من المجتمع العراقي نعم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة